كزميلة أمل خليل تحية لك أيضا تحية موصولة لكل من يتابعنا دوم من خلال هذه الشاشة التي نعرض منها تفاصيل الأخبار بعد هذا الفاصل أهلا بكم وصباح النور التقى السيد وكيل وزارة الخارجية السفير ضف علل الحاج علي أمس بمكتبه بالسيد السفير علي بن حسن جعفر سفير المملكة العربية السعودية بالخرطوم حيث بحث جانبان جوالب العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها وأكد السيد الوكيل ضرورة تفعيل الآليات التعاون بين البلدين متبثلة في لجنة التشاور السياسي واللجنة الوزارية المشتركة من جانبه أكد السيد السفير اهتمامه بترقية العلاقات الثنائية في جميع المجالات مشيدا بعلاقات الأخوة والصداقة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين يدد حاكم إقليم دارفور أركومني من ناوي اهتمام حكومة الإقليم بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتمكين غرفة الأعمال السودانية الليبية المشتركة من الإطلاع بدورها في تعزيز وزيادة حجم التبادل التجاري بين سودان وليبيا وأكد من ناوي خلال الاجتماع الذي انعقد أمس بفندق كورنثية بحضور رئيس اتحاد صحاب العمله شام السوبات وسعادة السفير الليبي بالخرطوم دكتور فوزي عبد الرحيم وعضاء الغرفة المشتركة برعاست محمد أحمد الزين أكد الاسدادة لإجراء التنسيق المطلوب مع الأجهزة الرسمية المعنية بالدولة لترتيبات فتح المنافذ الحدودية ونقاط العمور بين سودان وليبيا لتسهيل الحركة التجارية بين البلدين اطلع الفريق أحمد العمد بادي حاكم قليما إلى الأزرق على المعالجات الخاصة بأحداث منطقة الجنيس ومجمع طيب الإسلامي بالروسيرس جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه أمس الأستاذ عرفات الصادق محمد علي محافظة روسيرس وأبان محافظة روسيرس أنه اطلع الحاكم عن الأحداث الأخيرة مبينا أن الأوضاع تحت السيطرة تماما واضف أن الجهد مصوب لإعادة الحياة لطبيعتها تمكينا لكافة المتأثرين بالأحداث من العودة لمناطقهم بعد التنسيق مع الأجهزة النظامية والإدارات الأهلية تمكنت لجنة المكلفة بمعالجة قضايا الاعتصام اعتصام معسكر زمزم لنازحين المكلفة من حاكم إقليم دارفور من الوصول إلى اتفاق حول مطالب الاعتصام ما قال الأستاذ حمدين رئيس اللجنة في تصريح اللسونة إن والي شمال دارفور استجاب لقضايا المعتصمين أبرزها القضايا الأمنية ووافق على نشر قوات كافية لحماية المعسكر والموسم الزراعي وتشكيل لجان مشتركة من حكومة الولاية وإدارة المعسكر وحكومة الإقليم لبرادعة كافة المؤسسات الخدمية في المعسكر الصحة والتعليم والمياه بالإضافة إلى ترفيع نقطة الشرطة بالمعسكر إلى قسم شرطة أصدرت دائرة الاستئناب المحكمة القومية العليا قرارا أيدت به الحكم الصادر من قاضي المحكمة العليا المختص بنظر الطعون الإدارية مولانا تاج الأصفية خليل محمد علي في 23 مايو 2022 المنصرم الذي أمر فيه بإلغاء قرار السيد الرئيس الوزراء السابق دكتور عبدالله حمدوك رقم 611 لسنة 2021 كما قضى الحكم أيضا باعتماد تعيين كشف المختارين الصادر من مفوضية الاختيار للخدوة المدنية بوصفها الجهة المختصة قانونيا بذلك وجاء حكم دائرة الاستئناب برأسة قاضي المحكمة العليا سعادة السيد مولانا عثمان الصديق أحمد بشب الاستئناب شكلا وموضوعا مؤيدا بذلك قرار مولانا تاج الأصفية المذكور أعلى بحث وزير الطاقة والنفطة المهندس محمد عبدالله محمود إمكانية تطوير التعاون السوداني المصري في مجال الطاقة والكهرباء وتنول اللقاء الذي جمعه مع السفير المصري بالخرطوم حسام عيسى إمكانية التعاون في زيادة الربط الكهربائي وترحم مشروعات الطاقات المتجددة في السودان للشركات المصرية والاستفادة من التجربة المصرية في هذا المجال بجانب التدريب وتطوير للكوادر والتبادل للخبرات واستعراض واستعرض وزير الطاقة موقف التنفيذ مشروع زيادة الربط الكهربائي بين السودان ومصر والتحديات التي تواجه المشروع وثمن وزير الطاقة دور مصر في تذليل العقبات التي تواجه مشروع تركيب المحاولات مؤكدا أن الأعمال تسير بصورة طيبة بعد استلام كافة معدات المحطة والتي يتوقع أن تعمل على رفع الرابط الكهربائي من سبعين ميجاوات إلى ثلاثمائة كمرحلة أولية حتى تصل إلى سبعمائة ميجاوات أمن قطاع التنمية الاجتماعية والثقافية بمجلس الوزراء أمام رئيس القطاع بروفيسر محمود سير الختم الحوري وزير التربية والتعليم المكلف على ضرورة تهيئة البيئة الجامعية وتوفير مطلوبات مومعينات البحث العلمي فضلا عن إقامة شراكات بين مؤسسات التعليم العالي وقطاعات التنمية والإمتاج والخدمات جاء ذلك لدى استراضه أمس تقرير أداء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للنصف الأول للعام 2022 الذي قدمه بروفيسر محمد حسن دهب وزير التعليم العالي والبحث العلمي المكلف وأوضح التقرير الإنجازات التي تمت في مجال تمويل التعليم العالي والبحث العملي ومشروعات البلد التحتية والقبول لمؤسسات التعليم العالي تبكرت من المقرر أن تستأنف محاكمة المتهم علي عبدالله الرحمن كواشيب صباح اليوم الاثنين بلاهاي حيث سيدي شاهد الاتهام الواحد وثلاثين بشهادة حول هجمات مزعومة قامت بها مجموعات التمرد المسلح عالي موكجار خلال الفترة من يوليو واغسطس 2003 والحملات التي شنت خلال شهر فوبراير 2004 حيث تم اعتقال واحتجاز الذكور في موكجار في الفترة من قسطس إلى أكتوبر 2003 ويتهم عبدالرحمن وميليشياته بالهجوم على قرى من بينها كودوم وبن ديسي والتي نتج عنها نزوح مواطني هذه القرى المدنيين إلى موكجار وما زعم عن احتجاز واعتقالات وعدامات طالة الذكور من المحتجزين المدنيين في موكجار في الفترة من فوبراير إلى مارس بحثة الأستاذ الرحب سعيد عبدالله المدير العام المكلف للهيئة السودانية للمواصفات والمقيس لدى استقبالها سعادة السفير الصيني بالخرطوم ماشن مين أوجه التعاون بين الهيئة والجهات النظيرة بالصين في مجال الملح الفنية والتدريب وتأهيل القوى العاملة وعبر سيد ماشن مين عن تقديره للهيئة ودورها الفنية الكبيرة ومشاركتها الفاعلة في أرشيطة المنظمة الدولية للتقييس الأيزو متطلعا لدعم السودان تأييد المرشح الصيني في انتخابات رئيس المنظمة الدولية للتقييس في الاجتماع العام للمنظمة الذي سيعقد في أبوظبي نهاية شهر سبتمبر الجاري نهاية عرض العاشرة من قناة البلد والآن ننتقل إلى استوديو صباحات البلد مع زميل أمل خليل أهلا بيكز أمل من جديد